السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مجددا في حصة حل تمارين اللغة الفرنسية في مادة لغرامار عنوان الدرس لاجيكتيف كاليفيكاتيف الصفة الوصفية نقرأ النص السؤال الأول كيف هي المحيطات نجيب 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 السؤال الثالث السؤال الثالث اكتب الكلمات التي مكنتك من الإجابة نجيب الكلمات هي و هي صفات السؤال الرابع ما هي طبيعتهم نجيب نجيب و هنا صفات وصفية نمر إلى فقرة نجيب نجيب السؤال الأول جو كومبلت لطابل سويفان اتمم الجدول الجدول التالي هذا الجدول مكون من أربعة أعمدة العمود الأول خاص بالصفة والتاني بالاسم المرتبط بها والتالت بمكان الصفة بالنسبة للإسم والعمود الرابع خاص بمهمة هذه الصفة هل هي أجيكتف إبيتات وتكون متصلة مباشرة بالإسم أو أجيكتف أتخيبي تكون مفصولة عن الإسم بفعل حالة أو نبدأ بالصفة الأولى دو الإسم مرتبط بها زيو و مكان هذه الصفة بالنسبة لهذا الإسم هو بعد الإسم يعني هذه الصفة تأتي بعد هذا الإسم و مهمة هذه الصفة هي إبيتات أجيكتف إبيتات ثم بعد ذلك نجد صفتان مرتبطتان بالإسم صابو وهما نواغ والويزان و كلتا هما في المذكر الجمع مكانهما بالنسبة للإسم أبخيلونان بعد الإسم و مهمتهم إبيتات ثم الصفة زيبغي مرتبطة بالإسم كورن مكانها بعد الإسم و مهمتها إبيتات ثم الصفة لان مرتبطة بالإسم بوال و مكانها قبل الإسم و مهمتها إبيتات و الصفة بلان مرتبطة بالإسم كذلك بوال و لكن مكانها بعد الإسم و مهمتها إبيتات ertos و الصفة pł . مرتبطة بالإسم ش Swiss و مكانها قبل الإسم و مهمتها إبيتات و الصفة ان ت� . مرتبطة بالإسم و ممتها إبيتات الاص Das و الصفة مج ребята مرتبطة بالإسم خ Hindu ومهمتها إبيتات والصفة فاد مرتبطة بالاسم أعب ومكانها بعد الاسم ومهمتها أتخيبي والصفة تغني مرتبطة بالاسم تات ومكانها بعد الاسم ومهمتها إبيتات نمر إلى فقرة جمع تخين السؤال الأول جسولين لأجيكتيف كاليفيكاتيف دون الإفخاص بيونت أسطر على الصفة الوصفية في الجملة التالية في الجملة أ Les écoles écologiques sont particulières المداري سلبية هي خاصة نجدو الصفة écologique وصفة particulيرة في الجملة أب Les réserves naturelles deviennent راعة المهمتها تبيعية أصبحت نادرة نجدو الصفة naturelle ورار في الجملة أب لأجيكتيف كاليفيكات الدبور قطبي كابير جدن نجدو الصفة polaire وصفة grand في الجملة أب Le jardin botanique semble ravissant الحديقة النباتية تبدو فاتنا نجدو الصفة بوطانيك ورافissant وفي الجملة أب Les forêts tropicales ont l'air très dense الحضائق الاستوائية تبدو كتيفة جدا نجدو الصفة tropical وصفة dense السؤال الثاني Je class les adjectives qualitative volatility se disu dans le tableau suivant ورتب الصفات الوصفية المسطرة عليها في الأعلى في الجدول التالي وفي هذا الجدول يجب وضع الصفات إبيتت في هذا العمود والصفات أدخيبي في هذا العمود والأجيكتيف إبيتت يأتي مباشرة بعد الإسم أو قبله وفي هذه الجمال جاءت الصفات الوصفية بعد الإسم الصفة إيكولوجيك مرتبطة بالإسم إيكول وناتيرل مرتبطة بالإسم غيزارف وبولار مرتبطة بالإسم أورس وبوتانيك مرتبطة بالإسم جغدان وتروبيكال مرتبطة بالإسم فوري وهذه الصفات الخمسة كلها صفات إبيتت يعني تأتي مباشرة بعد الإسم أما الصفة أتخيبي فهي تكون مفصولة عن الإسم الموصوف بواسطة فعل حالة ذارب ديطا في الجملة الصفة بارتكوليار مفصولة عن الإسم إيكول بواسطة فعل الحالة وهو فعل أدخ وفي الجملة بي الصفة رار مفصولة عن الإسم غزارف بواسطة فعل الحالة وفي الجملة C الصفة غران مفصلة عن الاسم أورس بفعل الحالة أتر وفي الجملة D الصفة غابيسان مفصلة عن الاسم جاردن بواسطة فعل الحالة سنبل وفي الجملة E الصفة دنس مفصلة عن الاسم فوري بواسطة العبارة أفوار لعر وهذه الصفات كلها أدجكتف أتخيوي نمر إلى فقرة جمي بالي والسؤال الأول جسولين الأدجكتف كاليفكاتف إيجي بخيسي سا فونكتين أسطر على الصفة الوصفية وأحدد مهمتها في جملة A أخي يحترم الطبيعة نجد الصفة ريسبيكتية وهي أدجكتف أتخيوي لأنها مفصلة عن الاسم موصوف وهو فخار بفعل الحالة أتخة وفي جملة B لاناتور إيجيز إن ندن دو الأكسجين الطبيعة تامينا تعطينا الأكسجين نجد الصفة ريسبيكتية وهي أدجكتف أتخيوي لأنها مفصلة عن الاسم موصوف ناتور بفعل الحالة أتخة وفي جملة C من جنتي Papa aime les chiens أبي اللطيف يحب الكلاب نجد الصفة جنتي متصلة بالاسم الموصوف Papa لذن فهي أدجكتف إبيتثة وفي جملة D الإيكول إيكولوجيك أبتنو للابل المدرسة البيئية حصلت على اللواء الأخضر نجد صفتان وهما إيكولوجيك وفاغ وكلتا الصفتان هما ديزادجكتف إبيتثة الأولى مرتبطة بالاسم إيكول والثانية مرتبطة بالاسم لابيل ولكن الإسم الأول مؤنت والاسم الثاني مذكر السؤال الثاني أكتب جملة تحتوي على صفة وصفية إبيتثة في الجملة الأولى والصفة وصفية إبيتثة في الجملة الثانية في الجملة الأولى يمكن كتابة هذا الحيوان خطير والصفة هنا دانجورة هي أطريبو لأنها مفصلة عن الإسم الموصوف أنيمال بوسطة فعل الحالة أطريبو أما عن المثال الثاني فيمكن أن نقول إلى دفورتشانس دوريوسيغ لديها فرص قوية للنجاح